في صورة الأنفال اسمع كده ربنا بيقول ايه وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب علشان كده اوعى تسمع للشيطان اوعى تسمع لوساوس الجن اوعى تذهب لساحر أو لكاهن والكلام ده هجبه لك بالتفصيل عارف ليه؟ لأن يوم القيامة الشيطان هيخطب خطب عصماء قوي سجلها لك القرآن في صورة إبراهيم اسمع كده الشيطان هيقول ايه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي الشيطان هيتبرأ منك علشان كده أكتر حاجة تغضب الشيطان وأكتر حاجة تحصر الشيطان إن أنت تسجد أن تفعل ما امتنع عنه إبليس علشان كده سدنا الحبيب بعد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار واحد يقول لي بس ربنا استجاب لإبليس استجاب له إزاي مش ربنا لما إبليس قال له ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال له إنك من المنظرين كلام صحيح بس ربنا ما استجابش لإبليس إبليس عايز يستخدم ذكاءه مع ربنا فبيقول له يا ربي خليني ليوم الساعة علشان لا يصعق مع من يصعق ولا يشعر بالفزعة فربنا قال له صح إنك من المنظرين بس مش إلى يوم يبعثون إلى يوم الوقت المعلوم حتى تفزع مع من يفزع وحتى تصعك مع من يصعك لأنه لن ينجو من هذه الفزعة ولا من هذه الصعقة إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين أتوه داخرين ترجمة نانسي قنقر